فيه وسيقة جتلي لا ادري مدى صحتها الحقيقة وانا يعني حريص جدا انا هعرضها زي ما جت اماما تكون يعني مش تصبوط لكن قناعتي الشخصية انه الحلف الرباعي يتعامل هو خماسي اربعة زياد واحد بحرين امارات السعودية مصر بلاس اسرائيل خلي بالك القصة مش الاربعة قصة امه خمسة بيتعاملوا مع الشعوب على انها العدو واحد بيتجسسوا على الشعوب كأنها في معركة اتنين بيجهدوا صورات الشعوب لانها خطر عليهم تلاتة اربعة بيتعاونوا على المستوى العملياتي يعني ممكن تقول لي والله يبشر منه تكنولوجيا مفهوم انما ده فيه ناس بتتقابل وبتقعد وبتخطط وبتمسك وقلت لك انا ان احتمال رجل رجل سي سي تيجي في موضوع من جمال خشوك جي حصل او لا لا لان الطيارة راحت من هنا راحت على فين على مصر محتمال يكونوا خدوا حتة من جسدته الله رحمه وحطوها هناك على شدة ايه دي بابا نشوفها من الماء ازاي والسيسي قادر خبر القديم صحيفة تركية انه احدى الطائراتين غادرت للقائر خلاص السيسي لما جيه يتكلم على موضوع جمال خشوك جي قالك مسلا افورين قوي ومش حالف ايه والكلام دوت يعني ايش معنى القضية دي يعني محدقت العادي يعني لكن وصلتني ووسيقى لا ادري مدى صحاتها انا اعرضها بس الحق الجمهور فيها اعرفش حد على رأي قبل كده ولا لا لكن كما وصلتني عندي وصلت واحد منهم بيقول اتفضل يا عم زوبة اتفضل اعرض وها انا ده اعرض ركز معاها شوية عشان الكلام ده مهم السيد رئيس السيد السيد اللي عباس كامل اه حافظاه الله رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري السلام عليكم ببالغ التقدير ووافر الامتنان تلقيت برقياتكم الاخوية الكريمة رقم كزا بتاريخ سبعة وعشرين تسعة ركزت ساعة تنخرج معايا في سبعة وعشرين تسعة عشان في شهر تسعة في حاجة حصلت هقول لكم عليها عن محمد الباز شاكرين لمعاليكم ما عبرتم عنه من مشاعر اخوية صادقة شربعاته والتفاعل والتضامن مع شقائكم ان انا اذن نسمي لمعاليكم جهودكم مبزولة في اطار اعداد وتأهيل الكوادر المؤهلة لتنفيذ التوجيهات الماكية السامية الصادرة على القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالمهام الاستخبارية والامنية المعقدة والخادرة على حماية الامن القومي السعودي الذي هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي للشقيقة الكبرى اخو اخونا الكريم فيما يتعلق بتفضلكم كان موافقة على تقديم الدعم الفني واللوجستي للفريق الامني المكلف بتنفيذ العملية الامنية الصدر الثامن واحد يطيبوا ليه احاطة معاليكم بالآتف واحد انه وبناء على الاوامر السامية الصادرة عن الدوان الملكي فقد تقرر تقليص يعني تقليل عدد العناصر المقررة تسافرهم من القيارة بهدف المحاكاة والتنسيق يعني هنعمل ازاي العملية واقتصار الامر على قيادات المجموعة المنبسكة على الفريق الامني وهم عقيد ماهر ابن عب عزيز مترب عقيد طبيب صلاح الطبيجي عقيد منصور بن عثمان ابا حسين وتقرر مغادرة المجموعة في تمام الساعة العشرة من صباح غد تمانية وعشرين تسعة قبل قتل خشوكش بيومين باربعة ايام على متنة طائرة خاصة تابعة القوات الجوية الملكية السعودية على انتصل الساعة كزا اخونا الكريم نحن سعداء ومتنون لتنمونكم معنا معرفين لكم عن تقدمنا لما تبذلونه من جهود دقوبة حافظ الله بالله واللي ماضي احمد اسيري لان رئيس الاستخبارات ما عندوش فكرة عن الموضوع سليم اقول تاني حتى اللي مجاش على رأي كابتل محمد لطيف واللي ما حضرناش في الجزء ده وبيحضرنا دلوقتي دي وثيقة وصلتنا مكتوب عليها المحابرات مكتوب عليها مش عارك ايه وايه 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 ما ادري لكن على الذي يدري ان يقول هي دي صحيح ولا غير صحيح وزي قالوا انها غير بسيطة يعني لكن هناك ربط كبير تلاتة من الذين قتلوا خشوجي زهبوا الى القايرة لعمل محاكاة هنعملها زي معلم هنقتله ازاي هنبدأ ازاي يعني الخيبة مش خيبة سعودية خيبة سعودية مصرية بامتياز عشان كده عفتاح قاعد شهو كم اسبوع على ما ايه يعرق علشان ما مش عارف يقول ايه قاعد مدة طويلة جدا طلع الوسيقة لانه خليها بقى طول من قاعد كده لانه دي معرفش عرض الابريكيدا ولا لأ لكن على الاخل خلي الناس تعرف انه الخيبة اللي بيقولك المصرين بيعرفوا اقتنه لا هم كلهم مجرمين ولازم يفشله وقلتلك في هذا البرنامج يوم ما انه هيحصل انه لابد الحجر الدايل لابد من لطه وقد لطة مرة واثنين وتلاتة فيعني اللي بعمال يعيب عالسعودية مرتعافش تقتل برة آآ الحمد لله طلع ان السعودية مش لوحدها في الخيبة دي سعودية ومصر حسب الوسيقة الحاجة التانية بقى تمانية وعشرين سبتمبر راجع امتى يا جماعة محمد آآ محمد الباز اتكلم عن اللي يشوف الزميل فلان الزميل معتز والزميل آآ والزميل محمد ناصر اللي يشوفهم يقتلهم امتى كان الكلام ده تاريخ كيام الفيديو ده يا اولاد يا شباب يا حبايبي يا حلوين اهو حتى مش كذبين تاريخه كان في شهر تسعة تلاتداشر تسعة لو حد يقدر يسعفني بقى جزاء الله خير مقدرش برضو جزاء الله خير يعني مش مشكلة نشوف الفيديو لو سأهو اي حد يشوف الاهلاميين يقتلهم ده بقى حد يبقى يقول لنا هو بتاريخ كم تسعة انا فاكر احنا قدناه تسعة اتفادل يا ساعة تلبيه هؤلاء الناس يستحقوا القتل يستحقوا القتل يعني لو في واحد كده مصري يطول ايمان نور دايقت له يطول معتز مطر دايقت له يطول الاخ محمد ناصر دايقت له هتقول انت بتحرض على قتلهم اقول لك اهو تلا ممكن ناس تنزعج منه او تشوف انه ده بيخاصم بعض المنطق اللي الواحد بتكلم به لكن انا بقول لحضراتكم بصراحة انت قدام ناس حطوا نفسهم في خانة العدو لهذا البلد ويحردون على قتل ابنائهم هنا تستطيع انك تدرك انه كان بيتم تمهيد الرأي العام المصري لقتل الزملاء وفي نفس الوقت تتم عملية خاشقجي ومحدش يكتشف عنا حاج ويجي بعد منها حصد مجموعة من الرؤوس وايه توهي بقى يا تركيا دور يا تركيا بقى على الايه على الناس لا استبعده ابدا ان يكون كان فيه فريق مصري موازي مستعد للمجيء الى تركيا او اي بلد بنفس الخطة بنفس الطريقة بس مش هيبقى في القنصلية هيبقى في مكان تاني ربما بعض المطاعم ربما بعض الاماكن ربما بعض التفكيخ موجود ربما بقولك انا لا استبعد لانه التزامن المصري السعودي الاماراتي بالتوافق مع الصهاينة موجود